وبالعودة لمتابعة وتحليل الضربة الأمريكية البريطانية على مواقع متعددة داخل اليمن ينضم إلينا في الستوديو الكاتب وصحفي هاني مسهور أهلا وسهلا بك أستاذ هاني بداية من حيث الشكل كيف رأيت هذه الضربة المشتركة الأمريكية والبريطانية وأيضا من حيث النقاط التي استهدفت في المحافظات الستة طبعا الضربة في رأيي الشخصي أن التوصيف للضربة هي ضربة تأديبية 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 لا نستطيع أن نقول أنها ضربة ردع للحوثي لأنها بالتأكيد لن تؤدي إلى أي تغيير عسكري في موازين القوة بالنسبة للحوثيين أو الأطراف الخاصة في الحكومة في الأرض اليمنية بمقدار ما هي ضربة تأديبية على ما تجرأوا بالتجاوز في الخطوط الحمراء في الثلاثاء الماضي بالاستهداف البارجة الأمريكية في جنوب البحر الأحمر وما حصل في كل هذه الضربة برغم كل العملية أيضا تأخذ في نطاق مهم وهي بداية الحملة الانتخابية الأمريكية بالنسبة للرئيس جو بايدل يجب أن تأخذ في هذا الإطار لأنه لا يمكن أن جماعة مصنفة على قل في قوائم الإرهاب العربية في القوام الإرهاب اليمنية أنها جماعة إرهابية ومسيطرة على الحكم في اليمن في صنعة بسلطة القوة وفرضة القوة ورغم ذلك كله الحكومة الأمريكية تعاملت منذ اختطاف على قل اختطاف السفينة جيركسي في نوفمبر تعاملت معها للولايات المتحدة الأمريكية على اعتبار قرصنة بمعنى أنها حتى لم تستطع أن تصف العملية أنها عملية إرهابية طيب هذا الأسلوب التي تعاملت في العلوات المتحدة الأمريكية يدلل أنه ما وصلت إلى اللوات المتحدة الأمريكية في التعامل مع الحوثي التعامل اللين أو المرن وصلنا إلى عملية عسكرية هي ردة فعل يعني لنا نتخيلها الولايات المتحدة الأمريكية بكل ما تملك من قوة عسكرية تتعامل مع ميليشيات مع جماعة مصنفة إرهابيا على اعتبار أنها ضربات عدة فعل هل الولايات المتحدة الأمريكية وصلت إلى هذه الدرجة في التعامل في الشرق الأوسط ومع حلفائها في الشرق الأوسط إلى درجة أن تتعامل برد الفعل مع جماعة إرهابية يفترض أن يكون هناك استراتيجية واضحة لجلالات المتحدة الأمريكية ونحن نعيش للأسف مع فوضوية الحزب الديمقراطي الذي أصر منذ وصول الرئيس بايدن في 2021 على رفع الحوثيين من قائمة الإرهاب وهذه النتيجة نحن اليوم نتعامل في النتيجة اليوم الضربة التأديبية برأيك ذكرت أنها لن تحد من القدرات ولكن هل بهذه الاستراتيجية يمكن أن نستخلص أي رسالة من الجانب الأمريكي للحوثي ومن خلفهم إيران أنه حتى لو نحن بهذه الاستراتيجيات وصلنا إلى هذه النقطة إنما نستهدف ونحذر ونقوم بعمليات لكن هل ستغير هذه العمليات المحدودة من القرار الإيراني أو من القرار الحوثي هناك نقطة أساسية اليوم ما حصل في الضربة الأمريكية والبريطانية في اليمن أنه حصلت إيران على المكان تريد وهو توسيع نطاق الحرب في غزة اليوم حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية منخرطة فعليا في الشرق الأوسط التي كانت ضمن استراتيجية أوباما في 2013 الانسحاب من الشرق الأوسط اليوم أمريك الولايات المتحدة الأمريكية منخرطة بالكامل بكل سلاحها بكل سياساتها موجودة الآن في شرق الأوسط عادت الولايات المتحدة الأمريكية ولكن عادت بعودة غير مفهومة غير مفهومة المعالم غير مفهومة التحالفات اليوم دور الحكومة الشرعية أيضا عليه علامات استفهام منذ أن بدأت كل هذه الاحتكاكات وحتى هجمات الحوثيين تشكيل حارس الازدهار وصولا إلى هذه الضربات بالتأكيد الحكومة اليمنية في حالة انقسام دائم وهذا الانقسام هو الذي نجحت من خلال الحوثيين نجحوا من التوسع في حالة الانقسام والفراغ الذي أوجدته حالة الانقسام السياسي لاستقطاب الدائم واحدة منها ما حصل حتى في تعريف التعامل مع بعد الهجمات الحوثية على البحر الأحمر وباب المندب يفترض من الحكومة اليمنية كانت تتخذ قرار مباشر وواضح بالدخول في تحالف الدولي حالة الازدهار ولكن الحكومة اليمنية في حالة الانقسام ما بين جماعة الإخوان المسلمين وما بين الحكومة الوطنية ظلت هذه الحكومة متماهية باستثناء المجلس الانتقالي الجنوبي هو الطرف الوحيد الذي أعلن أنه من خرطه بالعكس أن خرطت الدوريات الخفر السواحل موجودة في جزيرة ميون للمراقبة ولكن هل تكفي هذا الموقف ليكون موقف حاسم تستطيع من خلاله القوة الدولية دعم الحكومة اليمنية لإعادة الضغط السياسي والعسكري ودعم هذه الحكومة للعودة على الأقل للعودة إلى هجوم بري لأن كل هذه العمليات الجوية لن تستطيع أن تغيير أي شيء على الأرض شكرا جزيلا لك أستاذ هاني مسهور في الستوديو الكاتب الصحفي شكرا جزيلا لك شكرا لك شكرا لك